السلام عليكم شباب معكم وليد او وليدور جات لكم في فيديو جديد وان شاء الله في هذا الفيديو رح اشرح لكم كل شي تريدون معرفته عن لعبة هيد باستكتبول ويا الله قبل ما نبدأ ما تنسوش تزبطونا بلايك واشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد ويا الله نبدأ طبعا شباب رح نروح الى هنا shop المتجر بعدها نضغط على هذا الخير state هذا الشباب هنا تطور شخصيتك طبعا تطورها من هنا لما تلعب ما راح في اللعبة رح يعطيك رح يطور لك شخصيتك وبعدها طور اضغط على هذه الزائد هنا عشان تطور تطور هنا swing تطور speed سرعة هذي dash jump survival hp تطور من هنا هذي الاشياء وبعدها هذي افضل تطويره شباب اللي انا عاملها هذو افضل تطويره يمكن تعملها عشان شخصيتك تكون قوية مرة وتفوز بسرعة هذي اقوى تطويره شباب المهم شرحت لكم كيف تطورون شخصيتكم ويمديكم ايضا شباب تشترون تطويره لما يكون عندكم فلوس تضغطون هنا وتشترون تلفلوه الى لفل 100 اخر لفل لفل ماكس المهم شرحت لكم كيف تطورون شخصيتكم نرجع هنا هنا شباب شوفوا القبعات كيف تفتح هذو القبعات تشوفون لون الخلفية اللي وراهم خضراء تشوفون خضراء وهذه الزرقاء المهم هذي اللي لونها شباب اللي لونها خضراء هذي تشتريها عادي ها تشوفون فلوس اللي امامها تشتريها عادي ها تضغط بوي بعدها اشتريته تضغطه هنا لكي تلبسها المهم راح انزعها طبعا هاكذا شباب تشتريها عادي بالفلوس عادي تجمع وتشتريها المهم هادي شباب هادي هادي عشان تفتحها للخلفية بتاعها الزرقاء هادي عشان تفتحونها لازم تلعبون في طور السيرفايفل شباب هذا الطور اين هو ها هو طور السيرفايفل لازم شباب تلعبون وتوصلون الى اس اسرنك معناه توصلون الى استاج تمانين بعدها راح يعطيك انت وحضك طبعا راح يعطيك قبعة من هادو على حضك طبعا المهم نروحوا الى القبعات الصفراء هادو اللي الخلفية تاهم صفراء هادي شباب عشان تفتحونهم لازم تلعبون طور الكمبايغن تنهيوا القصة شوفوا شباب اين هذا الطور كامبايغن لازم تلعبون مثلا ها شوفوا شباب شو راح اوريكم شوفوا مثلا تشوفون هادو القبعة شباب قبعة حمراء هادي حق هادو الشخصية حق هادو حق هذا الشخصية الأولى الشخصية الكورية الأولى الشخصية الأولى اللي في اللعبة لما تلعب طور هذا وتلعب وتفتح القصة الثانية راح يعطيك هذه القبعة اللي وريتكم هذه وعلى حسب وش تلعب شباب لما تلعب شخصية أخرى راح يفتح لك القبعة حقها المهم بعدها نروح إلى تحت ننزل ننزل شرحت لكم هذو كيف تفتحونهم طبعا نروحوا إلى هذا اللون المميز شباب اللي هو اللون البرتقالي هذي أقوى القبعة شباب من أقوى القبعة الموجودة اللي لونها برتقالي الخلفية لونها برتقالي المهم عشان تفتحونهم شباب هذو لازم تلعبون طور التورنمنت هذا الطور راح أوريكم أين هو ها هو طور التورنمنت شباب لما تلعبونه تلعبون طبعا تدخلون هكذا وتلعبون هنا ثلاث مراحل بعدها لما توصلوا إلى المرحلة الأخيرة وتفوزن راح يعطيكم ثلاث كؤوس وانت اختار من بينهم وعلى حظك طبعا لما تلعب بأي شخصية راح يعطيك ثلاث كؤوس وانت اختار راح يطلع لك اللباس حقها وانت جمع افتح قبعة بعدها افتح قفاز بعدها افتح حداء وراح تكمل فتح كل شيء لكل الشخصيات وانت افتح بكيفك المهم هذا هو الشرح شباب اتظن انه شرحت لكم كل شيء عنا هادو الالبيسة كيف تفتحونهم هنا النظارات نفس الشيء شباب اللي لونهم اخضر تشتريهم عادي اللي لونهم ازرق تلعب طور السيرفايفل عشان تفتحهم اللي لونهم اصفر تلعبون طور الكامبايقين ولي لونهم برتقالي تلعبون طور التورنمنت زي ما قلت لكم شباب المهم وهنا طبعا لما بدكم تشحنون في اللعبة تشترون فلوس وهنا و هنا ايضا لما تشترون شخصيات وهنا شباب هادي الصفارة هادي لما تشتريها هادي رح توفر لك تلعب هنا شباب شوفوا في اللونج تدخل هنا بعدها رح ادخلا كده شوفوا شباب لما تشترون هذيك السفرات راح تخليك تلعب هنا تضغط على هذا السفرات تضغط عليها بعدها راح يمديك تتفرج من دون ما تتعب نفسك وتلعب طبعا لما تفوز هكذا شباب لازم تكون مطورة شخصيتك لفل ماكس عشان تفوز هكذا أنا فوزت الآن لأنه شخصيتي مطورة طبعا راح توفر عليكم شباب من دون ما تتعبون تدخلون تلعبون تضغطون فقط على هذه تتفرجون طبعا لازم يكون عندك السفرات تشتريها بألف المهم شباب هذا والشرح أتمنى يكون أعجبكم طبعا وأكون أفادتكم الشرح اللي عملته أفادكم وإذا ما فهمتم أي حاجة اكتبوا لي في التعليقات شباب ورح أجاوب راح أجاوبكم طبعا وأعطيكم قلوب لأني أقرأ كل التعليقات شباب ويلا أتمنى يكون أعجبكم الفيديو لا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد ويلا شباب مع السلامة ترجمة نانسي قنقر